وكذلك نخص الجلسة اليوم لموضوع يخص الحج والعمرة نحضره على الأسعار كذلك ونتكلمه على المواعيد صباح الخير سيسامي مرحبا بك معنا في هستمونشات صباح خير وشكرا لدعوة سيسامي بوتما جايدة تكلمنا على الخطوط الجوية الجزائرية خلينا قبل ما نتكلمه على ربما مواعيد العمرة وكذلك كل ما يتعلق بالعمرة والحج لهذه السنة نعود نقول له إلى السنة الماضية كيفاش تقيموا انتما الخطوط الجوية الجزائرية السنة الماضية فيما يخص هدين ربما الموسمين الهمين ونتكلمه على الحج راه موسم كبير وكذلك يضم ربما الملاي أو الألاف من الجزائريين أكثر من ستة وثلاثين ألف جزائري يتم نقلهم إلى البيقاء المقدسة في فترة مؤينة وكذلك فيما يخص العمرة كيفاش تقيموا السنة الماضية شكرا وتسمح لي أن يقولها قبل كل شيء أقدم تعاني للعام الجديد هذا لكل الجزائريين وتسمحني ثاني على التعبير الذي سوف يكون لا أكيد تكلم بأي لغة باللغة فرصية وهي اللغة التكنية نتكلموا اللغة الدرجة ونتكلموا اللغة العامية المهم تلحق الفكرة أنا يهمني الفكرة لا أتهمني إيش اللغة هي اللغة الحمد لله كلنا نعتزو باللغة العربية ونعتزو كذلك بكل هاجاتنا وبكل ربما هويتنا ولكن أنا أتهمني أكثر شيء أن الفكرة تلحق للمواطن أكثر من اللغة اللي تلحق له صح وتشكر ما يخص يعني سياندو بفار يعني يوني بالياسي ما يخص السنة الماضية السنة الماضية عملية الحج وهي عملية جد هامة للخطوط الجوية الجزائرية يعني في كل المواسم والحمد لله الموسم اللي فات يعني كانت جزت في دروف حسنة دكار وتمكننا من يعني من نقل حوالي 38 ألف حاج عبر خمس مطارات من الجزائر أما فيما يخص يعني عملية العمر لا خير يقعد لك في الحج فقط نعم إذا سألتك الحج هل كان السنة الماضية كانوا تأخر في السفر أو تأخر ربما تأخرات حتى في الحاجز هل كانت هناك تقنية جديدة اللي جنبت الحاج الجزائري أنه ربما يتأخر في السفر ولا يجي ريح يومين في المطار باش يسافر مهما كان يعني في الدهاب أو في الإياب التأخر كذلك في السنة الماضية الحج الحج كان يعني الدخل خطوة جديدة فيما يخص ترقيم يعني كل عملية كانت هي عملية تسهيل للحاج تسهيل يعني في كل في كل الخطوات يعني الحاج كان له البوابة عبر هذه البوابة كان له كل تسهيلات في الحج مقاعد في حج الرحلات في حج السكن وفي الخدمات كلها الخطوط الجوية في ما يخص يعني البرمجة الرحلات نتحى هي كما يقول لك نحن يومي تولي موين همين وماتيريال لبان درولمان دوستة والحمد لله معرفناش يعني تأخرت في دهاب أو للإياب في الدهاب وفي الإيادة نعم شحال كم من أو شحال من طائرة نخصها يرى الجيري للموسم الحج يعني شحال عندها من طائرة شحال عندها من أباري نحن نخص الطائرات اللي عندهم الحجم الكبير يعني عندنا أيربيس هي من نوع الأيربيس الحجم متاع الطائرة هي 300 مقعد ومنهم ثلاث طائرات من هذه النوع وثلاث طائرات من هذه النوع كلها مخصة لرحلات الحج نعم وما يخص خطوط الجوية الجزائرية في الموسم الماضي يعني برمجنا 66 رحلة 66 رحلة كلها يعني كانت 22 رحلة كانت برمجة من مطار الجزائر 23 رحلة برمجة من مطار وحران تاني و تسمح لي نعم اكيد تفضل كان عدنا تاني 26 رحلة من وحران 8 من قسنطينا 5 من عنابة و 5 رحلات من ورقلة العلم بأن يعني في في الحج يعني في في الوبراسيو حج كانت كانت كنا نستكلف بمبيعات يعني ميخص ببرامج خطوط الجوية تعل البابيون ساودي نعم طيارة سعودية طيارة سعودية احنا كنا نستكلفين يعني بعملية الحج تحب طيارة ساودي داك ولكن خصوصا بالخطوط الجوية الجزائرية احنا خطوط الجوية الجزائرية كنا ناخد 50% من كل العملية نعم داكور 50% يتقسموها 50% الاخرين كانوا يتقسموها يعني 2 من طيران سعودي 2 من طيران سعودي نعم كان مشكل لأحدى شركة طيران سعودي اعتقد او تذكر السنة التي سبقت الموسم الماضي تم حل هذه المشاكل مع تلك شركة فيما يخص تأخر او تأخر اعادة الحجاج للجزائر هذه الشركة يعني الحق كان معها في الموسم قبل الموسم الماضي وقع فيها خالل مع هذه الشركة في تأخر هي وتمنت الخطوط الجوية الجزائرية تكفلت بإعادة الحجاج هل السنة الماضية ما صراش نفس الشي السنة الماضية ما صراش نفس الشي ولكن تكلفت الخطوط الجوية الجزائرية وقع فيها يعني برمجة في رحلة في الإعادة وقع فيها برمجة يعني إعادة برمجة الرحلة نعم هذه خلات بعض الحجاج ما كانواش علمين بتغيير هذه البرمجة من هذه الشركة وتكلفت الخطوط الجوية الجزائرية خليني نتكلم لك دايما على السنة الماضية ونتكلم لك على الخطوط الجوية الجزائرية بما دمت أنك مدير المبيعات يعني ربما أكبر مديرية أو المديرية التي تهم المواطن بصفة مباشرة هل تشب لأسعار تذاكر تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية الآن رأي ربما متناسبة مع الخدمات التي تقدمهم الخطوط الجوية الجزائرية نحن هذه الأسعار يعني أسعار التذكرة نعم تذاكر أسعار التذاكرة ولكن كما تقول الحاج تهم سعر التذكرة وتهم سعر الخدمات كلها هذا سعر التذكرة يدخل في الخدمات كلها و نقول هي ربما مناسبة شركات السعودية هي حبة هذه التسعيرات تكون يعني موحدة أغلى ما هي اليوم ولكن نحن في خدمة المواطنين و إن شاء الله هذا السعر ما رهوش راح يتبدل نعم أكيد سعر سنة الماضية كم كان سعر تذكرة الحاج التذكرة كلها يعني التذكرة هي ب120 ألف دينار 12 مليون 12 مليون دينار هذا السعر لازم نعرف باللي هذا السعر يعني ما تبدلش منذ خمس سنوات وإحنا بنفس السعر يعني نعم وهذه السنة كم شحلة راح يكون هذه السنة راح يكون إن شاء الله بـ 12 مليون ثاني 12 مليون سنتيم نعم 12 مليون 12 مليون سنتيم نعمل به عبر يعني كل المطارات بالعلم أن يعني كيدقول وقت وقت الرحلة تحكم الرحلة من الجزائر إلى جدة الوقت انتحه ما هوش نفس الوقت من وران إلى الجزائر سعر موحد سعر موحد وهذا السعر هذا هو يكون متفق عليه في اجتماع وزاري نعم خليني نتكلم لك على ربما المنافسين شحال رحلة في شركات أخرى شركة طيران أخرى شحال رحلة إلى جدة شحال تكون رحلة رحلة الصفر إلى جدة مثلا 18 مليون مثلا طيران سعودي بكم وطيران آخر هي في الرحلات التي تكون مبرمجة في الرحلات تكون مبرمجة في إطار رحلات الحج نعم كلها نفس سعر 12 مليون لكن طيران السعودي عندهم رحلات خارجة بيوم ويومين من هذه الرحلات وأمن الأسعار جدا مرتفعة بكثير من 12 مليون تلحق الأحالات تلحقت إلى 18 20 مليون يعني قريب ضعف دعوة سيسامي نسألك على سؤال ربما لخص كذلك الحاج بصفة مباشرة أو رحلة حاج متى ستكون في العام هذا هذا العام هذا العام العام الماضي بدينا الرحلات الرحلات الدهب بدأت في 15 جويلية هذا العام الماضي بدأت في 15 جويلية ونحن نعرف العيد يعني تقدم الرحلات العام هذا إن شاء الله نبدأها من ربعة جويلية ربعة جويلية تبدأ من ربعة الجويلية جويلية وتنتهي في هذه رحلات الدهب نعم وتنتهي في 25 جويلية رحلات العودة رحلات العودة يعني هي فيها واحد عشر أيام يعني بعد رحلات الدهب تبقى فيها واحد العشر أيام وين الحاج يدي المناسك دائل أول رحلة رح تكون يوم 4 جويلية إن شاء الله 2020 أي أول رحلة رحلة حاج عودة رح تكون يوم 14 لأنه نتكلم على عشر أيام العودة تكون في 5 أوت 5 أوت أول رحلة عودة تكون إن شاء الله في 5 أوت نعم وتروح حتى 25 أوت نعم شحر رح مخصين من الطائرة لنقل الحجاج المياه من البيق المحدثة هذا العام رح مخصين تاني هادو الطائرات اللي تكلمتك عليهم قبل هما من نوى والأربيس والحجم 300 وهما 3 طائرات وإحنا نبرمجين العام هذا إن شاء الله 66 رحلة في الحج ولكن هناك حديد كذلك كان ما استضفت مسؤول في ديوان الحج والعمراء قال أنه هناك احتمال رفع كوطة الجزائر إلى 42 ألف أو 44 ألف هل إذا رفعت هذه الكوطة أنتم قادرين على تحمل نقل هؤلاء الحج هذا يعني كما يقول لك هذا مهم لنا باش نوجد الإمكانيات كلها البرمجة التي راهي اليوم محصة على 38 ألف هي برمجة على 38 ألف إذا طلعنا إلى الحصة الجزائر إلى 42 ألف حاج يكون لنا الإمكانيات باش نزيد باش نتكلف بالزيادة هذه ولازم لنا هي تزيد في الحصة لازم لنا نعرف إذا كان الزيادة هذه راح تأطر على ما نسمى إحنا لدورة السيجور اليوم الحاج في 38 ألف اليوم الحاج عنده دورة السيجور تماك في مكا عنده إن ديري السيجور نقوله 30 يوم وهذا يأطر على البرمجة إذا رحنا إلى حصة 42 ألف حاج وبقينا في مدة 30 يوم أو رحنا إلى مدة 35 يوم هذا مهم لكي نوجد الإمكانيات حتى نتكلف بهذا الزيادة هذه مستعدين إذا كانت هناك زيادة اخلي نروح ربما لبعض الانتقادات لموجه الخطوط الجوية الجزائرية أنا لما أستضيف مسؤول خطوط الجوية الجزائرية كذا هنتحدد على الخدمات المتواجدة داخل هذه الشركة هناك ما زال كين نقائص رغم أنه ربما رأنا نشوف النوع من عدم تأخر كثير في الرحلات ولكن هناك نعم تأخر في الرحلات وهناك ربما انتقادات من المسافرين حول هذه الشركة الوطنية لماذا في اعتقادك سيد سامي أدن نتكلموه خاصة ان الحج والعمرة نتكلموه الحج والعمرة خلينا نضرح الحج والعمرة يعني إذا كانت تكلمنا الحج والعمرة بسكو هو ستان يليمان كما يقولك هو منح بسكو عندنا الكمباراتيف معنا نقدر نشوف المنافس كيف أمن كل حجاج انتنا حضروا معكم هم الأمل تحهم يكونوا كلهم مع الخطوط الجوية الجزائرية ربما لأنه السعر قليل لا 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 هي كلها في الخدمات الموجهة تعرف هنا بل نحضر بعض بعض روطار من المعاملة مع المواطنين مع المسافرين تانا يعني مش معاملة أجنبين يتعاملوا مع الجزائرين ما كان غير الجزائرين اللي عاملوا منح الجزائرين أكيد في هذه نتفق معك خاصة لما نتكلم على بعض الشركات الطيران العالمية اللي تكلم مع حجاج جايز أكيد ما يعرف الشيخ هذا أو الأجوز أو الحج يعني يكون تقيل شو في تعامل دياله ما يسعفوه نتمنى أنتكم مرة لأننا لأننا نتمنى هناك لذيكي نتمنى تضيف دياله 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 في قبل جمع دياله في الأحيار في الأحيار العرب يعني تم اختيركم بين الأحسن في التغطير ما هو الذي أيضاك س been ohnecan المش هي يعني كاين عمل جادة ويعني أراه يسير وجاب نتيجة حقيقية في الميدان وكثير من المسافرين كثير من يعني الباساجي ديرالجيري ونحن عدنا عونياليكوت يعني كثير يقولوا فيها تحسن من الحوت فيما يخص هذا يعني سامي خلينا نروح لك إلى العمرة كذلك وش نومة تحضيرت لكم لعمرة 2020 هذي هل هناك عندكم مواعي ضربة مؤينة وكذلك فيما يخص أسعار التذاكر كذلك فيما يخص العمرة هل هي مرتفعة ولا ريف متناول ولا أنت دايما تتكلم عن المنافسين باش تلقى روحك أحسن في الأسعار هي في العمرة هي كما يقول لك سيل الدومان وين عدنا أكثر المنافسين ويعني السوق جد صعيب يعني السوق العمرة هذا جد صعيب العمرة كيتحوس على المحتمر يروح الخدمات كلها معطيت له من عند الوكالات هو يحوس على الخدمات كلها يعني منها الباك يعني JONI يحوس على الباك دخلين في هذا السوق بأفضل أسعار اللي نقدموها الوكالات باش هي تقدم أفضل الخدمات المعتميرين وفي هذا النطاق أنا حبيت خصص نقول حاجة مهمة الوكالات اللي راي تقدم خدمات المعتميرين إلاسمي كون المعتمير باللي أول شيء تكون لراحتو هو الصفر يعني le vol direct هو يكون le vol direct يعني le vol direct على الرتور يعني لسعار اللي رحوا للعمرة qui رحوا يشوفوا يعني مع الوكالات باش يشوفوا لباش يشوفوا لباش يشوفوا يشوفوا السعر الأول اللي تقدم له الوكالة يلازم تاني يشوفوا هل سعر اللي رحوا السعر الرحلة في إيراجيري تال عمر السعر العمر السعر تذكية يعني السعر التذكية ما نقدرش نعطيهولك وحده هو سعر كيين نيقوسي مع الوكالات مع الوكالات هو سعر كيين نيقوسي مع الوكالات تطعيهولي تحرق الوكالات خلينا قدو كذلك في قضية هذه السفر مش عافية تقدر تجاوبني في هذا الموضوع ولا ما تقدرش هو فيما يخص الإضارات اللي كان في المطارات الأجنبية في فرنسا مثلا هل هذا أثرت على رحلات اللي جاءت أو رحل المسافرين اللي جايين الجزائر اللي رايحين إلى باريس صح هي أثرت يعني في عملية في عملية كما يقول لك النقل وربما عطتنا تأخيرات نعم ومرة تانية في كل خطرة الخطوط الجوية يعني حطت كل الإمكانيات يعني باش باش سهل لهم بس كل إضرابات اللي وقعت في فرنسا كانت إضرابات في وقت العطلة وكان فيها حجوزات كبيرة دكار وحنا الحمد لله يعني نقلنا كل المسافرين نتاعنا ودرنا البرنامج حسب المواقع اللي داروها يعني لزياروبور نوزن كوميونيكي لزياروبلي 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 جمع هل هناك تأخر هل عودت الناس هادوكي اللي عودتوهم ولكن هناك تعويض لما كاش تعويض للناس اللي تأخرت رحالتهم من باريس إلى الجزيرة ولكنتما ما تحملوش مسؤولية تهدي التأخرة لا احنا ما ما تحملوش ولكن يعطينا كل تسهيلات المسافرين تانا عندما تكون رحلة يعني مرغية أو يعني كان فيها تأخر عدنا 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 صندر الكونتاكت سنتر هدايا يعني مستكلف باش يخبر كل مسافرين عبر الهاتف أو عبر الاسماس باش يبعت لهم كل المعلومات ما يخص على حالات نتاحهم وعطينا لهم كل تسهيلات يعني إذا كان المسافر حب يلغي الرحلة تاو ويعود تذكيرها نعود له تذكيرها إذا كان حب يعود يبرمج الصفر تاو بدون منخلص علي ما اسم نحن لهم لهم اتصال عدد من الأطفال باش يبعت مشمين يبعت من شكرا لهم يبعت لهم الجري فرانس نحن 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 المترجم بالقناة موضوع المستقبل في هذه المشكلة كل المسافرين يوضع في الخطوط الجوية الجزائرية يمتلكوا وضعوا وضعوا يوضعوا ويضعوا النمو الأول أن تكون في، أو هنا للسفر، أو من يوجد الوضع للقناة أن يكون لديك المترجم واحدث عن المسافرين دعونا نتحدث عن المسافرين ولو نخرج لك شوية على الموضوع نتكلمه كذلك على ربما الوجبات تعلقة التي تمد في الطائرة ربما ما راهيش في نفس معايير ربما شركة أخرى الطيران لكمباني الأخرين أحسن كثير من الخطوط الجوية الجزائرية هل هذا راجع للسعر أو راجع لربما عدم وجود خدمة مليحة في الخطوط الجوية الجزائرية هذه الخدمات هي بدون شك راحة تروح إلى تحسن يعني كما يقول لك une amélioration continue هي اليوم الخدمات الأكل elle a été externalisée on a une filiale donc c'est la filiale l'يوم AirAlgérie si vous voulez on est un client عند la filiale Catering هذه حاجة مليحة dans la mesure où on devient exigeant نولي يعني نشرت من la filiale Catering نوشيوش دونه تحسينت اللي نحبوها وعندنا يعني un droit de regard là-dessus qui est qui est de client à fournisseur on va dire d'accord et forcément c'est un service qui va aller dans une amélioration continue d'accord et bon ça s'améliore نعم وفيما يخص المعاملات كذلك سيد سامي هل هناك أنا مسألك شمع مقول لك شاني نسافر لما نسافر حتى نعرف إذا كانت المعاملات مناطيش رأي يعني رأي ليا ولكن تتشوف من حيث عدد الشكاوى ولكن هناك شكاوى من المعاملات التي يتلقاها المسافر من طرف عمال إراجيري يعني لن تكلموا الا الاستوار للي قدموا ربما ليكونوا في المراكز الاستقبال وكذلك حتى داخل طائرة كما يقول لك أنه أحتر أنا نرى مخصص إلا لخطوط الجوية الجزائرية إلا لكم لا فيها خطوط في شركة أخرى طيران أخرى في شركة طيران أخرى وهل سهل شيئا هذا المطار هل أعطى الفايدة لشركة لشركة الخطوط هو صح هو يعني صح هو مطار مطار جديد و كانت سهيلة تاني جاءت مور هذا المطار يعني دركة منذ شهر أو أكثر من شهر الخطوط انتقلنا يعني في برما جاءت الخطوط الداخليا لا للمتابعة لنطقلنا من المطار القديم إلى الانسيء international وليوم يعني فيها فيها يمكنك هذا يعني سهلنا بشغ دواء تكون فيها ce qu'on appelle le système ديهب بشغل لنطقلنا 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 الانسيء بشغل منطقلنا لنطقلنا جميع لنطقلنا وبالباقاج دياله يجي وحده بارك الله ولك وفي هذا يعني هذا هو التسهيلات اللي رح تكون فيها عن قريب إن شاء الله هذا فيه عمل مع كل يعني يعني لما يجي من وهران حاب يروح مثلا الجدة مكالة عبر بطار الجمع يعني مكالة يخرج يعود يدخل يسجل يعود يرفض الباقاج دياله وبعد يعود يروح يعني يكون السيستام هذا هو السيستام هذا هو السيستام هذا هو السيستام كنسبر وار بيان سور بلاس داكور متنون الانفراستركتور هي في داتها البرمي نعم شوفتن هك ربما التونال هك اللي مبين المطار دولي الافرز الوقديم ولمطار جديد ولمطار يعني يمر عبر هك تونال عبر هك تونال داكور يعني يعني يدخل الانفراستركتور هي كماراه داكور البرمي البرمي هذه التونال يمكن الوكالة في المطارات الدولية هل هي حضرة في كل المطارات الدولية المطارات الجزائرية وكذلك هل ربما مكاش هناك مشاكل يعني في عودة المسافرين من تلك المطارات يعني هل الخطوط الجزائرية تلقاها متل الشركات الأخرى حضرة التماواج حتى يركب آخر مسافر في الطائرة نحن نوجد في كل المطارات الدولية وين كاين رابط بين الجزائر وين كاين رابط بين الجزائر و هذه المطارات نعم 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 في بعض أيروبورات قليل منهم لدينا بعض أسيستان نعم ولكننا كلنا في الاتصال معهم نعم فيما يخص دائما فيما يخص يعني المطريع اللي عندها يراجري أو الطائرات اللي عندها لزفارين اللي عندها هل تبلي لحقنا الوقت وللازم نجيبوا طائرات أخرى وطائرات جديدة وكذلك نكتروا من الأسطول الخطوط الجوية الجزائرية مادام هي الشركة الوحيدة اللي تملكها الجزائر خلينا متصل لما نتكلموا على شركة وطنية كبيرة نتكلموا على إيرا الجزائرية صح يوجد سيبريل يوجد un plan يوجد وصنة للمشركة يوجد un plan de renouvellement يوجد طائرات يجب أن يكون لها تبدل تاويد وكذلك نتكلموا على إيرا الجزائرية وكذلك نتكلموا على إيرا الجزائرية داراي كبرت داراي كبرت داراي كبرت موسفرين كدرحة دزيرين موسفرين فيها جايلة كبرت واطنعنا جزائر أ ومن 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 يوم بالتالي مستدرتك في الانتباع ببعض المهمة ومن المهمة في المهمة ونقامت ومن 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 ثم نعم شكرا لك سيد سامي على مدير المبيعات في خطوط الجوية الجزيرية على كل هذه التوضيحات وإضاحات سيئنا التكلمون بلغة الأرقام وكذلك بلغة الواقع حتى لحق وكما سبق وقلت الفكرة للمسافر وللحاج والحاجة اللي رايحين يروحوا إن شاء الله هذا الموثم نتمنى لهم حجم برور وإن شاء الله دنب مغفور أنا ركزت على إيصال الفكرة وليس إيصال اللغة لأنه تهم أنه الفكرة هي اللي تلحق وليس اللغة شكرا لك ونتمنى كلام اللي قلت وشوفه على أرض الواقع حتى من عودوش نكلموك ونقوله لك رواح ونوجه لك انتقادات أخرى شكرا لكم في النهاية مشاهدنا الكرام بقليل أن نقولكم مدام الله عز الجزائر حفظ أمنها وسترى شعبها ترككم مع الزميلة نسيمة غوليت أما أنا ألقاكم